تدين وزارة الخارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيارتين مفخختين تجاه مدينة خميس المشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمشآت المدنية ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني وتشيد وزارة الخارجية بغضة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض طائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما وأكدة وقوف مملكة البحرين جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وتأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنها والمقيمين فيها ترجمة نانسي قنقر